اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية بالنهج الحكيم للمملكة العربية السعودية الشقيقة منذ تأسيسها قبل تسعة عقود وتواصل دورها الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود حافظه الله كركزة نساسية لأمن المنطقة واستقرارها وتاريخها المشرف في نصرة قضايا أمتها بوصفها حصن الإسلام ودرع العروبة المنيع ومن أرث الحكمة والاعتدال والعطاء الإنسانية وأكد سعادة وزير الاعلام في تصريح لصحيفة عكاظ اعتزاز البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وجميع أبنائها والشعوب العربية والإسلامية بمشاركة الشقيقة الكبرى احتفالاتها بيومها الوطني الحادي والتسعين تقديرا لقيمتها التاريخية الحضارية والدينية وعفاء وعرفان لدورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي الخليجي والعربي ودعمها للقضايا العربية والإسلامية وأسهماتها الرائدة في سبيل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم وشر الرمح إلى نمو العلاقات الثنائية كأنموذج فريد للشراكة الأخوية للسراتيجية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ تعزيزها روابط الدين والدم واللغة والعادات والتقاليد ووحدة المصير والحرص المشترك على أمن واستقرار البلدين الشقيقين وما يجمعهما من رؤى موحدة إذا مجمل القضايا الإقليمية والدولية مؤكدنا أن القلوب مجتمعة إلى يوم الدين هي دعوة صادقة من جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود طيب الله تراه وثوابت راسخة في وجدان الجميع وأعرب وزير الإعلام في هذه المناسبة الغالية عن تفاؤله بتقدم مسيرة العلاقات بين المملكتين نحو أفاق أرحب من الأخوة والمحبة والتلاحم في إطار الجهود المباركة لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئيسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو مزيدا من الوحدة والتقدم والرخاء وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ترجمة نانسي قنقر